وتوجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع الحي السكني السالس R3 الذي يتضمن عددا من الوحدات المخصصة للموظفين المنطقيين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة وقام مدبولي بجولة بالحي السكني حيث تفقد المدرسة الموجودة هناك وعدة وحدات سكنية ويقع المشروع على مساحة 1016 فدانا وبها 24 ألف وحدة سكنية وتم مؤخرا تخصيص 4000 وحدة سكنية للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية وسيتم تسليم الوحدات في أقرب وقت طبقا للقطة الزمنية التي تم وضعها من خلال الجهاز